هنروح لآخر خبر معنا النهاردة داخل جدران نادي الأهلي قبل أن يطلع لفصل واستقبل ضيوفي الأهلي يتوج ببطولة بطولة القاهرة لسيدات تنس الطولة البطولة تلعبت على صالة النادي في فرع مدينة نصر بعد الفوز على انبي بنتيجة 3-0 ده في النهائي طيب طبعاً تعرفين طبعاً أنه فيه نادي اسمه نادي النادي نادي النادي وده طبع لوزارة الشباب والرياضة كاستس مار كاستس مار وليه فرع فيه نادي في مدينة نصر بجانب مطار القاهرة وكان المباراة النهائية مع انبي وفوزنا 3-0 طيب فرقنا نعدل مطشات كويسة في البطولة ودهنا ننفوز على فرق الشمس وزوله المعادي وانبي بنتيجة 3-0 ومثل فرقتنا عربة العيبة هنا أجودها طبعاً ألا يحيى رؤى الناغي وفريدة حسين مش عايز بقى طبعاً أتكلم ولا أتكلم على على آه معلش على صالتنا أو أنا آسف على صالتنا في الأهل مدينة ناصر ماشي وبيكون جهاز تنس الطولة طبعاً كابتن أشرف عفتاح رئيس الجهاز وفتح عبد ومدير القطاع الناشئين وأشرف صبحي مدرب عامل فريق الرجال وعادل شمان مدرب عامل سيدات وأحمد حامد المدير الإداري